ابو نايف النصر والفيحة فترة التوقف بالنسبة للنصروية ما كانت مثالية مية في المية الفيحة لما تجي بتنظرها على المستوى البطولة العاسيوية اقترس البطاقة في المباريات الأخيرة وواضح أنه عنده رغبة أنه يذهب بعيدا في البطولة كيف شايف المباراة؟ إضافة لذلك أن الفيحة لأول مرة يصل للدور هذا بطولة العاسيوية تقريبا في مجموعته الثاني عمام حتى فريق بختكور فريق المعروف العريق لأنه اقتنصها بتتكلم بمجمل تقول الدوري توقف والفيحة خسر خمس خسائر وربعض تسجل فيه تقريبا سبعة عشر هدف أول ثلاث مبارا أو آخر ترى أربع 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 هذا ثلاث مرات بعدين ثلاثة بعدين اثنين لذلك الفيحة في نفس الوقت موه خسر صاخر المباريات في الناحية الدفاعية بالرغم أنه يلعب خمسة أربع واحد برضو عنده ما يوجد لدي خير لا يلعب في لادمير لأن الكسار انتقل من عنده ولذلك ممكن يأخذ منه لاعب أجنبي زيادة الكسار اللي ينتقل لنادي القادسية هذا إضافة الشيء الثاني لما نتكلم عن الفيحة بالتأكيد المبارات هذه بيعتمد على الدفاع المنخفض والتحولات لأن هذه في الأصل قوته تحولات على أي أساس؟ على سرعة سكالة على سرعة هنري على سرعة سلطان مندش وعندهم لاعب يعني يخدم على الكل اللي هو نواكايمي لاعب خبير جدا إذا كان في الفورمة تبتلاقيه هو اللي فعلا يوزع الكور والمحطة في الفريق لأنه هو الحل دائما في أي جهة تجي هذا النواكايمي تجي على نادي النصر بالتأكيد كأفراد 100% أتفق معك إنه ما كان استعداده جيد في التوقف هذا ولكن كنت تتكلم على فريق الحلول عنده كثيرة جدا بالتأكيد النصر بالتأكيد المدرب رح يعتمد على امتلاك الكورة هذا من العناصر القوة لنادي النصر الشي الثاني وهذا الأهم إذا صار يقضي على ملتدات سرعة استرجاع الكرة احتلال المساحات الفيحة بيجلس يلعب معك ينتظر الغلطة هذه ينتظر المساحة وبرضو ينتظر واحد على واحد تتكلم على سكالة جايب هو هدافهم في بطولة أسوية تقريبا ثلاث هداف جايب هو هدافهم أيضا في الدوري جايب سبعة أهداف السرعة عنده رهيبة مندش نفسي حكاية احنا شفنا آخر مبارات لهم مع أهال لما جابوا في المرتدات عندهم تلاقي المرتدات يسويها لاعب لاعبين عندهم معناه أنهم حافظين أصلا الطريقة وهذه هي هوية الفيحة في الفريقالة نهاية الفيحة في الفيحة في الفيحة ترجمة نانسي قنقر